موسيقى السلام عليكم في الفترة الاخيرة طلعت اخبار كتير او تحليلات كتير من ناس متخصصين في الجيولوجيا او في الاحوال الجوية والعاصير والكلام ده بيؤكدوا انه مدينة الاسكندرية على وشك الرقق كان فيه تصريح قبل كده لبعض الوزر المصريين بيتكلموا على ان الدلتا كمان معرضة بالكامل للغرق في خلال الخمسين سنة اللي جايين طيب انا بمقلني ابن اسكندرية عندي اقتراح بسيط قد يحمي المدينة من الغرق بعد درسته انا اللي علي ان اقوله في نفس الوقت مشروع استثماري طبعا كلنا عارفين الجزر الصناعية اللي موجودة في الامارات العربية المتحدة وكمان سمعين اخبار جديدة انه في جزيرة صناعية حيتعمل عليها فندق في شرم الشيخ في التامانينات الحكومة اليابانية او شاركة يابانية ربما عرضت على الحكومة المصرية وعلى محافظة اسكندرية تحديدا عمل كبري داخل البحر يحل ازمة المغور في اسكندرية جينا بعد كده في التسعينات واحنا المحافظة الي كان موجود الله يرحمه محمد عبدالسلام المحجوب وسع طريق الكورنيش ولكن بما اننا بنتكلم في احتمالية ررق المدينة فلازم تكون عندنا افكار برا السندوق اكيد الفكرة البديهية والسهلة هو نقل سكان اسكندرية المدينة تانية او لمكان تاني بس اللي ما يعرفوش معظم الناس ان سكان اسكندرية ما بيعرفوش فعلا يعيشوا في مكان تاني يعني انا بتكلم عن نفسي وبتكلم عن ناس كتير اعرفها اللي مولودون في اسكندرية صعب ان هما يروحوا مكان تاني يعني الناس في معظم المحافظات دايما بيهاجروا للعاصمة بيهاجروا للقاهرة وبعد منها اسكندرية ولكن ما تلاقيش حد اسكندراني يهاجر للعاصمة الا للضرورة القصوى فما بالك بقى احنا بنتكلم في العاصمة ومش بنتكلم على مجتمع جديد او 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 طيب ايه الفكرة بتقولين مبدئيا كده تعالى اقول لحضرتك ان احنا عندنا الكورنيش بتاع اسكندرية من اول صور حضائق المنتزة لحد السلسلة اعتقد انه لحد محطة الرمل بقت خلاص مكتزة بالمنشآت السياحية ما بين كافيتريات وشواطئ بأسوار وفنادق ونوادي وإلى ذلك فتقريبا وانت ماشي على الكورنيش سواء ماشي على رجلك او راكب عربية بقيت بتشوف البحر جزئيا الشعب السكندراني مش متعود على الموضوع ده بس خلاص ده امر واقع نرجع لقصة الكبري اللي تعرض على الحكومة المصرية انه يتعامل علشان يحل الازمة دي طيب ايه رأيي حضراتكم كلامي هنا بقوله مش عن دراسة ولكن عن تمني حاجة استثمارية سياحية طرفيهية وفي نفس الوقت تحل ازمة وفي نفس الوقت تحمي اسكندرية من الغرق ايه رأيكم انه الكبري اللي يتعامل هو احنا يعني فعليا نكاد نكون مش محتاجينه بالضرورة القصوى يعني زحمة الطرق في اسكندرية ما تحتاجش كبري بتكلفة مليارية احنا بنتكلم في كبري في وسط المياه لمسافة اكتر من 12-15 كم عرض الكورنيش بتاع اسكندرية او وجهة الكورنيش بتاع اسكندرية اه احنا عندنا ازمة مغور خصوصا في الصيف بس مش اللي احنا نعمل لها المشكلة دي كلها يعني في حلول بديلة ممكن تتعامل ولكن انا حطت في اعتباري القصة ررق اسكندرية ما يتعاملش كبري فلما نيجي نعمل المشروع ده او نقترحه تيجي شركات استثمارية تاخدوا استثمارية ليه؟ الكبري ده يعني حد حيدفع مليارات الدولارات عشان ياخد تسكرة بعشرة ولا بعشرين جنيه لا القصة مش هنا خالص القصة في اللي جاية فانا الكبري ده ممكن يتعامل بس مش على شكل كبري الكبري اللي هو الشكل المعتاد اللي هو عمدان وطريق فوق العمدان شايلو والدنيا من تحت فضية فالمية راح جاية زي ما هي لا انا مش قصدي كده خالص انا قصدي ان الكبري يتعامل على جزيرة طولية صناعية عرض الجزيرة دي مثلا يكون ايه؟ يكون ميت متر العرض بتاع الجزيرة مثلا ميت متر متين متر زي ما انا بقول ارقام ابتدائية يعني الطريق ياخد فيها حيز مثلا اربعين متر خمسين متر وباقي المية وخمسين متر دول متوزعين شمال الكبري وجنوب الكبري الجنوب الكبري اللي هو مواجه لكورنيش اسكندرية وشمال الكبري اللي هو موازي لكورنيش اسكندرية ومواجه لأوروبا طيب ايه بقى اللي حيتعامل بقدم نظر عن الكبري اللي حيطلع المصارات دي طبعا ابتدائية اللي يطلع مثلا من عند من عند صورة قصر المنتزى وينتهي عند السلسلة او ينتهي عند شرع قناة السويس ويكون فيه منازل ومطالع ومداخل مثلا عند خمسة واربعين عند محمد نجيب عند جليم عند مصطفى كامل عند سيدي جابر عند سبورتنج ايا كان يعني ايا كان الكبري ده في حد ذاته مش هو الغاية الغاية اللي جاي حضرتك الكبري ده زي ما بقول لحضرتك هو تعمل على جزيرة صناعية يعني مش هو كل الحكاية مش هو كل الشغلانة لا الكبري ماشي وفي شماله باقي الجزيرة وجنوبه باقي الجزيرة تعمل بقى انت ايه على شمال وجنوب هذا الكبري تعمل مشروعات سياحية استثمارية تعمل فنادق تعمل كافيهات تنقل بعد اذنك كده المنشآت اللي موجودة على كورنيش اسكندرية بالكامل تنقلها على شط من الشطين دول الشمالي والجنوبي للكبري الجديد فبالتالي انت رجعت اسكندرية من اولها لاخرها من غير اي حاجة تحكو بالبحر اطلاقا عن اللي ماشي او عن اللي راكب عربيا رجعت الشاطئ بكر زي مكان وفي نفس الوقت انت دخلت جوا فلما انت دخلت جوا انت تلقائي عملت رجل على الجزيرة الصناعية الجديدة فبالتالي لما تعمل منشآت جديدة عليها في الضفة التانية ما استغلت ضفة او استغلت شاطئ ولسه شاطئ تاني فبالتالي لما تعمل الشاطئ التاني وتعمل مشاريع جديدة ما كانتش موجودة قبل كده فانت حتضمن ان في اقبال ان الرجل خلاص تعودت على هناك النوادي بقت هناك الكافيهات بقت هناك المطاعم بقت هناك الفنادق اللي موجودة راحت اتنقلت هناك فانت لما تعمل منشآت جديدة فانت حتستثمر استثمار جديد مضمون الجزيرة بقى دي المفروض انه دي بقى لعبة المهندسين ومهندسين البيئة وازاي يحمل الشاطئ وازاي ان الجزيرة دي تقدر تحمي الشاطئ مش بس تكون مشروع استثماري وازاي في نفس الوقت نحمي الجزيرة الصناعية الطولية دي بمصادات امواج بعد كده او بالطرق المتخصصين يشوفوها ان هي ممكن تتعمل فانا من هنا عملت بدل ما انا عندي في اسكندرية شاطئ كورنيش بتاعي اللي متعود عليه ومتربي عليه طالعمر اللي انا بقى عندي 3 شاطئ الشاطئ القديم رجع بكري زي ما كنا بنشوفه في السبعينات او في الثمانينات عشان ما كبرش نفسي شوية يعني وعندنا شاطئين جدا الجزيرة الصناعية دي تكون في عمق البحر مثلا عبارة عن كيلو كيلو نص اتنين كيلو بحيث برضو ان هي يبقى فيه متسع من المياه بالنسبة للباصص من البغي الرئيسي لكورنيش اسكندرية او الكورنيش القديم ومتسع من المياه للباصص من الناحية التانية يعني الدنيا ما تبقاش مجرد ممر مائي دي لأ احنا عايزين ممر مائي وحتكتر بقى لرحلات الترفيهية فلت عندك حوالي 12 كيلو او 15 كيلو ربما اكتر في عرض كيلو حتنشط مجموعة جديدة من الاستثمارات والغياضات والنوادي المائية اعتقد ان هي هتعمل طفرة قوية جدا لمحافظة اسكندرية وحتكون من عوامل جذب السياحة لمحافظة اسكندرية اللي يقوم بالموضوع ده شركة استثمارية عالمية عربية مصرية زي ما يكون دي مش قصتي يعني قصتي بس انه المشروع يجد من يستمع له ويعطيه لأهل التخصص لدراسته هل هذا المشروع جدير بالدراسة والتنفيذ ولا لأ انسى محمد يقنديل الكلام اللي انت قلته ده ما ينفعش ده كلام فرق طبعا انا بتكلم على جزيرة يعني فيه منافذ للمية بحيث ان المية اللي موجودة اللي محصورة جوه دي تتجدد ولكن بطريقة معينة بحيث ان هي برضو لو حصل لقدر الله فيما بعد ارتفاع لمنسوب المية في البحر المتوسط نقدر نتحكم فيه ونقفله بحيث ان اسكندرية برضو ما تغرقش لان احنا عندنا بعض المناطق في اسكندرية منسوب المية يدوب يعني المسافة ما بينه ما بين الطريق او المدينة في بعض المناطق يكاد يكون نص متر او ربما اقل من نص متر فارجو انه اللي يقدر يوصل المشروع ده او الفكرة دي لحد يقدر ياخد فيه قرار او يديها الاهل التخصص ياريت وياريت لو حد متخصص في الموضوع وعارف الكلام اللي انا بقوله يقدر يفيدني فيه عن علم انه الكلام ده ممكن يتنفذ او قابل للتنفيذ او لا اياريت اكتبلي في التعليقات واشوفكو في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة